لكن في موضوع العسكرة والعنف أستاذ وجدان هناك تقرير عن حصول انفجار في طهران في مركز يضم أربعة أجهزة أمنية لديك معلومات حول هذا الأمر؟ حتى الآن لا للأسف لا يمكن أعطيك معلومة غير دقيقة تمام ماذا عن تغريدة روبرت مالي المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني وعاصفة الانتقادات التي أثرتها؟ بالأساس أصلا الموقف الديمقراطي هو مخجل دائما حتى في 2009 حينما خرج الشارع كان بإمكان سقوط في تلك الفترة كان بإمكان سقوط طهران بكل بساطة لأنه خرج أربع مليون محتج في العاصمة الإيرانية طهران للأسف تواطئ باراك أوباما ضد المحتجين كما تواطئ مع إيران ضد الشعب العراقي سهل قمع المحتجين لذلك موقف الديمقراطيين موقف مخجل جدا ولا ننسى بأن الخميني أتى في عهد الديمقراطيين لذلك هم حافظين له لهذا النظام لكن موقف روبرت مالي أيضا هو موقف مخجل جدا ولهذا شاهدنا هنا لك ردة فعل بس يعني اللعب من فوق الطاول على المكشوف هيك أستاذ وجدان الأمريكيين عم يلعبوا على المكشوف الأمريكيين لا لم يلعبوا على المكشوف الأمريكيين يعرفون كيف يلعبون بصراحة أنه تصريحاتهم هذه وأيضا حتى تعاملاتهم شاهدنا أيضا حتى في فترة المفاوضات في الوقت الذي كانوا في العنل هم بصراحة كنا نشهد ونسمع أن هناك مفاوضات خلف الطاولة إن كانت في الدوحة أو كان في سلطنة عمان كانت هناك ما بيناتهم علاقات ولا ننسى أيضا موضوع مكفارلين هذه القصة معروفة جديدا التعامل الإيراني الأمريكي لشراء السلاح الإسرائيلي لتجديده من جديد في أواخر 85 في فترة الحرب الإيرانية العراقية أنه إيران تنادي الموت لأمريكا وتحت الطاولة مكفارلين المفاوض ما بين الخميني وما بين الولايات المتحدة الأمريكية لشراء السلاح الإسرائيلي هذا تلعب موجود بنا البحث في شأن الإيراني وجدان عبد الرحمن من لندن شكرا جزيلا لك صادم ما قاله روبرت مالي بتقديرك أستاذ محيي بشأن الاحتجاجات يعني حتى الآن في صور عن شعارات تكتب في بعض شوارع طهران ضد روبرت مالي المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني يعني أنا أعتقد أن الخذلان الذي يحصل من قبل المجتمع الدولي دائما للشعوب المنتفضة في الشارع القل أوسط وليس بالجديد فهي تصطف دائما لمصالحها أي أن كانت وهذه الأنظمة الفاسدة الأنظمة الإرهابية لموجودة المسيطرة تتلاقف هذا الأمر وتتعامل وفقه وأكبر دليل ما حصل قبل أسبوع أو أسبوعين في لبنان من عملية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل من أجل الحصول على حق الغاز هناك يستثمر ليضخ الغاز لأوروبا وينقذها من عملية الحصار الذي يمارس عليه من قبل روسيا بشأن الغاز والطاقة في أوروبا هذا الأمر لم ينقطع باتجاه العراق أو باتجاه طهران وما يحصل في إيران الآن هذه الأمر ليس مستغرب لطالما كانت ديمقراطيون بالتحديد مصدر خذلان وعملية تراجع بالنسبة للشرق الأوسط وخصوصا ما حصل في السنة الأخيرة في أفغانستان وفي العراق في العراق نحن صدمنا قبل أيام بالشرعية بأن المجتمع الدولي يعطي شرعية لمرشح من الإطار التنسيقي وهو الإطار الذي حارب العراقيون في عام 2019 وناضلوا في ساحات الاحتجاج من أجل أن يقتلعوا هذا النظام الذي سلم العراق إلى إيران على طبق من ذهب وبعد أن ضح العراقيون بقرابة ألف شهيد في احتجاجات تشرين وعشرات الآلاف من الضحايا بين جريح وبين مشرد خارج العراق أو داخل تعاد نفس سيناريو ويرى العراقيون الآن أنهم مقبلون على حكومة قمع وحكومة تضييق كما حصل في حكومة عادل عبد المهدي في 2018-2019 كل هذه الدلالات لا تجعلنا نستغرب أستاذ العزيز لا أعتقد أن هناك غرابة من تعامل الغرب مع مجتمعاتنا وفق مصالحهم الشخصية الغرابة الأكبر هو أن نتبنى أو نعتقد خيرا بمواقف خارجية وننسى أنه في وحدتنا الداخلية تلاحمنا مع بعضنا البعض هو الذي ممكن أن ينتج حالة من التغيير لكن الآن المشهد العراقي ألا يدلل على أن النفوذ الإيراني أصبح مستحكما بالمشهد العراقي ربما أدوات إيران في العراق كما يقول كثيرون وهنا أسأل أستاذ عبد الرزاق